إلحق نفسك يا مسلم وإلحق نفسك يا مسلمة زلازل في مصر وزلازل في تركيا وزلازل في الجزائر وفي المغرب والسعودية وغير كده من كل بلاد الدنيا حتى الهند كمان وصلت لها الزلازل والصين إلحقوا نفسكم هي الساعة الرابط ولا إيه وإيه سبب الزلازل الكتير اللي تحصل دلوقتي وإيه واجبك يا مسلم ومسلمة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي تابعونا السلام عليكم ورحمة الله لما نشوف الواقع اللي بيحصل دلوقتي في الكرة الأرضية وكل بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين لابد إن احنا نفوق لابد إن كل مسلم ومسلمة يراجع نفسه قبل فوات الأوان علامات الساعة بجد برقيت تظهر قدام الناس كلها على العيان عشان تقولهم فوقوا وارجعوا الربنا وكلنا عارفين إن كثرة الزلازل هي علامة من علامات الساعة الصغرى كما جاء في البخاري وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج أي القتل ويكثر المال حتى يفيض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في حديث عبد الله بن أبي حوالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه أو على همته وقال له يابن حوالة إذا رأيت الخلافة نزلت أرض المقدسة يعني خرجت من المدينة المنورة وانتقلت إلى بلاد الشام وهذا حدث بالفعل في إمارة بني أمية فقد دنت الزلازل والبلابل والبلابل هنا يعني الهموم والمشاكل والأحزان والإضطرابات فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك أو كما جاء في الحديث فهذا إن دل يدل على إن كثرة الزلازل والأحداث التي تحدث في هذه الأيام ما هي إلا إنظار للناس جرس إنظار للناس إن الساعة قد اقتربت وإن علامات الساعة الصغرى قد وقعت بالفعل وهنا العلماء لما أسموا علامات الساعة إلى علامات صغرى يعني بعيدة الزمان بينه وبين يوم القيامة مثل كثرة الزلازل ما هي إلا جرس إنظار وعلامات كبرى يعني قريبة الوقوع من يوم القيامة وهي أمور غير معتادة للناس مثل نزول المسيح إيسى عليه السلام وخروج أجوج ومأجوج وخروج الشمس من المغرب بدلا من المشرق وأيضا العلماء قسموا علامات الساعة من حيث الوقوع والظهور إلى ثلاث علامات يا مسلم ركز فيهم كويس علامات وقعت وانتهت منها بعسة سدن النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن والقتل في الأمة من البداية وده حدث من زمان وعلامات تانية وقعت وتستمر وتتتابع إلى قيام الساعة ومنها كثرة الزلازل ودي تكون مرافقة لبعض العلامات الكبرى كما ذكر العلماء وعلامات أخرى لم تقع بعد وهذه تكون قرب قيام الساعة وهي العلامات الكبرى وقد يصاحبها بعض العلامات الصغرى فإذن كثرة الزلازل التي نراها ما هي إلا علامة من علامات الصغرى طيب إيه معنى بقى كثرة الزلازل هل إن يحصل زلزل كل سنة أو كل شهر أو كل ستة أشهر هل ده المرد بالحديث لا العلماء قالوا إن كثرة الزلازل لها معنيين مهمين جدا أو أمرين لابد من وجودهم الشمول والاستمرار والدوام الشمول يعني تقع الزلازل في جميع أجزاء الأرض في مصر والسعودية والهند والصين وأمريكا وغير ذلك زي ما أنتوا شايفين دلوقت والاستمرار والدوام أو التتابع يعني تحصل وراء بعضها البعض وبعض العلماء عملوا إحصائية في القرن العشرين إن حصل بعض الزلازل ما يقارب من خمسين زلزال في وقته قصير جدا ده إن دال يدل على إن العلامة تحققت بالفعل طب إيه سبب حدوث الزلازل اللي بتحصل دلوقتي يا طرى ليه بتحصل طبعا كل شيء في الكون بيحصل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد يعلمها البشر وقد لا يعلموها فما هي إلا دليل على قدرة الله وعجز الإنسان عن إنه يفهم مثل هذه الأشياء لكن القرآن الكريم ذكر لنا بعض العظات والعبر عشان نخلي بالنا منها كويس وهنا المسلم ممكن يسأل سؤال هو ليه ربنا بيعمل الزلازل دي أو ليه كثرة الزلازل اللي بتحصل دلوقتي طبعا كل شيء يحدث في كون الله سبحانه وتعالى فهو واقع تحت قدرته جل وعلا وله حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها لكن في الغالب هذه الأشياء تحدث لسبب من أمري أما الأمر الأول هو تخويف العباد من نتيجة أفعالهم السيئة بسبب ذنوبهم وكثرة خطاياهم فبيخوفهم خل بلكم كثرة الزلازل دي تهديد ليكم خل بلكم ممكن أن تطبؤ في يوم من الأيام مكان الأموات دول قال الله جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أو يكون السبب التاني وهو تنبيه العباد عشان يرجعوا الربنا يكثروا التوبة لله سبحانه وتعالى يسرعوا في الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا قبل أن يفوت الأوان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة والخضوع إليه يرجعون لعبادته وإصلاح حالهم بعد هذا الفساد الذي انتشر ومن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويبين مدى واجب المسلم عند حدث هذه الأزمات إن يرجع لربنا بسرعة قبل فوات الأوان فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحاب عندما حدث الكسوف قال لهم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره فالتوبة التوبة أيها المسلم وأياتها المسلمة قبل فوات الأوان أصلحوا ما بينكم وتراحموا فيما بينكم ليرحمكم الله جل وعلا فمن لا يرحم لا يرحم أكثر من العبادات والطاعات وكثرة الذكر والاستغفار والأوبة إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان هذه الزلازل التي تحدث وهذه العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والسلام موسيقى 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 موسيقى